أيها الحضور الكرام يشرفني جداً أن أتناول هذه الكلمات مع كل احترام والتقدير إلى حضراتكم السامية قائلين لكم جميعاً أهلاً وصهلاً ومرحباً بكم حضرة ديوفنا الكرام فنحن في يومنا الثقافي المقصص للقصائد المباركة لمولانا عبدالله وقديم رسوله شيخنا الشيخ أحمد بن بن بكي المؤسس الطريقة المردية في السنغال فعصائده كلها مدح وصلوات لحبيبه صلى الله عليه وسلم وفيها شكر وذكر لله تعالى وإن شاء الله سنذكر لكم نبزة مختصرة عن حياته المباركة الشيخ أحمد بن بن بكي قادم الرسول رضي الله تعالى عنه هو أحمد بن محمد بن حبيب الله ولد في مبكي بول عام ملوي سانسين كانترواه من أسرة عريقة في العلم والدين وفي منطقة شهدت حركة علمية نشطة فعبوه الشيخ محمد الشهير بمن مر أنت صليم رجل علم وقاد كبير يحترمه الأمراء ويجله العلماء وكانت مدرسته كعبة القضاة وكان قاله الشيخ محمد بوسو من أكبر العلماء في عصره وأمه هي صيدة مريم بوسو الشهيرة بجارة الله كانت برة صالحة وقد ربت أولادها على المرؤة والدين دراساته تعلم القرآن وحافزه في سن مبكرة وتبحر في اللغة العربية وآدابها وتضلع في العلوم النقلية والعقلية ومن شيوقه الذين تعلم على أيديهم أبوه وقاله الشيخ محمد بوسو وعمه إمن قالة أبيه صنباتو كلوركا والشيخ محمد إمن محمد الكريم الديماني وكان يساعد والده في التدريس فانصرف إليه جل التلاميس لغزارة علمه وفصاحة لسانه وقوة عقيدته ظهور حركاته الإصلاحية وبعد وفاة والده قلفه في المهمة وقام بها خير قيام ولكن بعد فترة وجيزة ظهرت حركته الإصلاحية حوالي عام ملويسا كتربينتروا ميلاديا حيث حشر المتعلمين في المدرسة قائلا ألا من صحبنا للتعلم فقد فلينظر لنفسه وليزحب حيش يشاءه ومن أراد ما أردنا فليسر بسيرنا والشيخ بهذا الموقف الجريء يرى أن التعليم لا يختصر على حشر المعلومات المجردة فقط ولكنه وصيلة لتحقيق أهداف طربوية المريدين الصادقين أهداف طربية وهكذا انضم على دعوته الرعيل الأول من المريدين الصادقين أمثال الشيخ آدم غي الشيخ إبراهيم مبكي الشيخ سيد المختار مبكي الشيخ إبراهيم صار الشيخ عبد الرحمن لو الشيخ أحمد غي الشيخ مصام بجوب الشيخ إبراهيم فال الشيخ مبكي بوسا وغيرهم وقد أحدث يعلانه هذا ثورة في الأوساط الفكرية والدينية والإجتماعية والسياسية فبعض العلماء والشيخ ناسبوه العداء لانصراف طنامزتهم وأتباعهم إليه واتهموه بحب الرئاسة مواجهة الاستعمار أما المستعمرون وأذنابهم من الأمراء فقد داقوا به زرعا لأن دعوته أحدثت خرخا في التركيبية الإجتماعية والسياسية السائدة في ذلك الوقت واتهموه بمحاولة القيام بصورة مصلحة وبناء دولة إسلامية على غرار الشيخ عمر الفوتيوتال ومبجخ وصليمان بال ولكن الشيخ الخديم كان يرى بصقاف وصره أنه لا يمكن مواجهة هيمنة الدول المستعمرة بالأصلحة التقليدية وأن خير وصيلة لمواجهتها الصهر على طربية الأجيال والتعليمها ومقالكم إني أجاهد صادخ إني لوته الله جل أجاهد إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا قديما والمهيمن شاهد محاكمته ونفه هذا وقد قفسدت الوشع بينه وبين الاستعمار فاستقدمه إلى العاصمة السائر حيث وجريت جده محاكمة سوريا يندي لها جمين الطارق وحاكمه عليه بالنفق إلى الغبون بالرعم وقد انطلب الشيخ أقاه ومريده الشيخ إبراهيم الفاتي لحمل مشعل الدعوة ويعاينه في مهمة الكبار المريدين أمثال الشيخ أحمد ننبي والشيخ إبراهيم الفال والشيخ علاء حسن جاي والشيخ عبد الرحمن لو مكسع الشيخ القديم في منفاه قرابة ثمانة عوام من ريسا كرانكيس إلى منفصا د وبعد عودته إلى بلدة نفي مرة ثانية إلى الصفراء الموريطانية وقد هناك أربع سنوات من نفسا ترى ميلادية من نفسا ستن وبالرعم من فرد الإقامة الجبرية فإنه قد حياته كلها في نشاته الدعوة وفي تربية المريدين وترقيتهم وقد تخرج على يده عدد من الدعاة والمصلحين الذين حملوا الأمانة من بعده ورفعوا راية الإسلام عالية قفافة رضي الله عنه وجزاء عن الإسلام خيرا والصلاة عليكم ورحمة الله تعالى اشتركوا في القناة